السؤال الجوهري الذي يطرح هو سؤال حول مدى خلينيقول مصدقية الوعود اللي عم بتقوم فيها الحكومي من ناحية رد أو سد ودائع المودعين اللي هي تحت المئة ألف دولار نحن بنعرف أنه بكل دول العالم لا يستطيع قطاع مصرفي حتى قطاع مصرفي سليم وفي اقتصاد سليم وفي دولة قوية مثل الولايات المتحدة الأمريكية مثلا ما بيقدر أنه يرد مصاري كل المودعين بزيت الوقت السبب بكل بساطة لأنه المصرف لا يحتفظ عنده إلا بقسم قليل من السيولي الباقي بيوظفها وبما أنه هذه التوظيفات عندها أجيل مختلفة وبالتالي ما بيقدر يردهم بزيت الوقت فإذاً هالاختلاف هذه بالأجيل هو عائق أساسي أنه قدام أنه يردهم بزيت الوقت اليوم الخطة اللي عم تعتمدها الحكومي واضحة المعالم هي وعود ساعة بيقولولكن أنه بدون يردوها بالدولار ساعة نصة بالدولار نصة بالليرة اللبناني بدنا نقصت ما بنعرف على كم من سنة لذلك ما في شيء مضمون حقيقة على الأرض لا من ناحية الإيميل الفعلية لهالوديع اللي رح يردوها ولا من ناحية حقيقة الوقت لذلك نحن منشوف أنه هذه المنهجية يلي متبعة حقيقة ما بتناسب وما رح تحفظ حقوق المودعين السؤال اللي هو أساسي إذا أنا هلأ عندي مئة ألف دولار بالبنك والبنك عطاني إيها كاش شو رح أعمل بهالمئة ألف دولار فيه ثلاث احتمالات الاحتمال الأول هو أني روح حطها بحساب ببنك بره أو أني خبيها بالبيت بخزني أو أنه روح أشتري فيها أصول لحتى حافظ على إيمتها ما في عندي غير حل وبالتالي أنا مني بحاجة لكل المبلغ هذا هو باب الحل باب الحل أنه أنا مني بحاجة لكل المبلغ أنا المطلوب من الحكومة أنه تشتغل على منهجية تعتمد تأمين حاجة المودعين الفعلية وبزيت الوقت المبالغ الباقي تكون مضمونة تكون ضمنطة الحكومة ضمنة أنه ما حدا رح يمس فيها لحتى على الأديل نرجع نستعيد الثقة لأنه لا يمكن لأي قطاع مصرف أنه يقدر يلبي حاجة كل المودعين بنفس الوقت لذلك أنا أعتقد أنه بدون قانون capital control بواكب هذه العملية كمان هناك استحالة أنه نقدر نزبط الكتلة النقضية الموجودة بالدولار اليوم يلي فينا أن نقوله بطريقة أو بأخرى يجب على الحكومة إعادة النظر بهذه الخطة لأنه أنا بأعتقد أنه هذه الخطة ما رح تقدر تعيد للمودعين حقاً ترجمة نانسي قنقر